السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناء على طلب العديد من الطلاب والطالبات فإنني أقدم هذا الفيديو المختصر للتوضيح كيفية التعامل مع الهومورك رقم 2 والأخير في مادة مختبر العقاقير وكيميا العقاقير طبعا الواجب الأول والثاني بالإضافة للحضور اللي سبق عملية التعليق سوف يكون عليه تقريبا خمسين علامة من أصل الماء أول شيء حتجد في الواجب ملف هومورك 2 هو عبارة عن ملف مضغوط مفروض تلاقي فيه مجلدين المجلد الأول مكتوب عليه جروب A والمجلد الثاني جروب B وكمان ملف بي دي اف ملف بي دي اف هو الموجود أو المطلوب في الأسئلة نبدأ من ملف بي دي اف عشان نقرأ الأسئلة ونشوف إيش المطلوب بالزبط السؤال الأول يعني عندك مجموعتين من الرسومات المجموعة الثاني جروب A عبارة عن صور حقيقية تحت الميكروسكوب مأخوذة لمصاحيق ثلاث نبتات أساسية تمام إذن الجروب A عبارة عن صور تحت الميكروسكوب لمين لثلاث نبتات أو لثلاث مصاحيق نباتية أما جروب B ففيها مخططات لست نبتات التخطيط تاعة طبعا يدوي محاكي لما يظهر تحت الميكروسكوب المطلوب منك أنك تدرس النبتات الستة اللي هي المخططات في جروب B من حيث أنك تتعرف على المزايا تحت كل نبات اللي أخذناهم في المحاضرات أو في التسجيلات من الستارش للكالسوم أكزوليت للفسل للكورك لكل شيء وبعدين تطلع على مجموعة A تشوف إيش الثلاثة اللي في مجموعة A ممكن يكونوا موجودين في مجموعة B بمعنى أنه فقط ثلاثة من مجموعة A هيكونوا موجودين موجود محاكي لهم بالضبط ثلاث نبتات في مجموعة B أما الثلاثة الآخرين فهم ما لهم مش علاقة ولكن طبعا عملية البحث تحتك في النهاية الصحيحة ستقود أنك تعرف إيش هم الثلاثة نبتات اللي في مجموعة A مين هم بالضبط اللي في مجموعة B لما تصل لهذه النتيجة بتأخذ الثلاثة نبتات وبتعمل ماتشنج يعني كل نبات إيش المخطط تاعه وبالتالي تعرف لإيش هو البوتانكا الأورجن لكل نبات من هذه النباتات الثلاثة البوتانكا الأورجن بعيد وبكرر هو عبارة عن الاسم العلمي للنبات والاسم الشائع والجزء المستخدم واسم العائلة والنباتات الثلاثة هي من النباتات اللي احنا أخذناهم فبتعرف لإيش هو البوتانكا الأورجن وبعدين بتقرر أو بتقول ليش أنت افترضت أنه الثلاثة نباتات هدول اللي هم في مجموعة A هم ثلاثة نباتات هدول من مجموعة B وبمعنى أنك ليش استبعت الثلاثة الآخرين فطبعا فيه identification محددة لإلا طب كيف يا دكتور بدنا نعرف إيش هم الثلاثة نباتات إيش هم المخاططات الموازئة إلا في مجموعة B الصحيح هذا باعتمد على مدى تتبعك لسماع المحاضرات ولكن عشان أسهل عليك في آخر الهومورك هتطلق ثلاث فيديوهات والآن هتكلم عنه مش كمان شوية بساعدوك أنك تصل لهذا الكونكلوجين لكن هذا بمبدئيا هو المطلوب في question A تفقنا؟ أما بالنسبة لquestion 2 فهو عبارة عن simple calculations بدنا نحسب إيش هو اللي هو stock solution لمحلول لمستخلص نبات القرغيس عملنا له عملية استخلاص وهذا الاستخلاص قاد في النهاية إلى بودر بسيط جدا بنسميه الاكستراكت هذا الاكستراكت إحنا وزلنا منه جرامات معينة وهذه الجرامات المعينة وزلناها في 2 ملي مي ووتر فبالتالي في النهاية بيطبع عندي حاجة اسمها إيش؟ stock solution هو معطيك المعلومات إنه بعد stock solution عملنا serial solution أربعة serial solution يعني أول حاجة stock بعدين أربعة يعني خمس تركيز عننا فأنت لو عرفت التركيز الأساسي اللي هو stock solution هتعرفوا كيف من خلال إنه معطيك هو التركيز الأخير اللي هو التركيز الرابع لل serial dilution ومعطيك طبعا حجم المية المستخدم في عملية اللي هو البربرation اللي هو 2 مل فبدك تقدر تحصل لي على مين على stock solution وكمان بدك تعرف لي بالمرة إيش هو الوزن بالجرامات اللي استخدمنا في تحضير هذا stock solution وهذا طبعا question 2 بيعتمد بشكل أساسي على المحاضرة الخامسة والسادسة واللي اللينك تاهم أيضا مرفق في نهاية هذا السؤال أما ال question 3 فهو باختصار إنه أنا بدي coloring agent فكيف أنا ممكن أعمل مستخلص لcoloring agent من النبات بدي تعملي steps بnotes إنه أنا أول حاجة إيش بجيب النبات إيش بعمل فيه بحطوين بعدين كيف بيطلع عندي اللي هو coloring agent طبعا هذه بشكل عام تعملها لكن بعد هيك لو أنت حبيت تعمل التجربة في البيت simply زي ما أخذنا في أول فيديو إذا متذكرين من فيديوهات الستة فبيكون هذا بالنسبة إليك bonus ولكن هذا اختياري يعني أنت مش مجبر إنك تعمله لكن إذا عملتها بدك تعمل التجربة وتكتب تقارير وتكتب وتصورها كمان ولو أنت صورت فيديو بصوتك وأنه أنت كيف عملتها وكيف طلع عندك الناتج وكيف طلع عندك ال coloring agent واسم النبات اللي إنت استخدمته بيكون هذا طبعا جيد طبعا أنت كيف تعمل coloring agent في نباتات كثير أنا برشحها إليك ممكن الورد الجوري ممكن على سبيل المثال اللي هو تستخدم نبات الكوركم ممكن الورد الجوري ممكن قشور الرمان ممكن أنك تستخدم ورقة نبات القريس أو الخبيز عشان تعمل مستخلص برضو ل coloring agent هذا بالنسبة للسؤال الثالث وبالتالي عندي السؤال الأول والثاني والثالث بعتمده بشكل أساسي على الفيديوهات المرفقة قبل ما أفوت على هذه الفيديوهات وأشرح إيش علاقتها بالموضوع خليني أقول لكم إيش هي مجموعة A ومجموعة B هتلاحظ في إحدى المجموعتين هتلاحظ اللي هو المايكروسكوبك دايقرام يعني هتلاحظ شكل زي هذا بالظبط فيه إش مميز هذا تحت المايكروسكوب حقيقي في أحد الجماعات المصرية وهذا نفس الإش برضو لنبات آخر وهذا نفس الإش لنبات آخر هذه الثلاث نباتات هتكون في مجموعة B نفسها ثلاث مخططات لهذه النباتات نفسها وهذه المخططات هايها طبعا بكتغف بين الفايبر ووين الفيلسل ووين الأول دروبس والحاجات التادية وهي اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة يعني في عندي واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة ست مخططات وثلاث صور تحت المايكروسكوب لثلاث نباتات واحد اثنين ثلاثة يعني مثلا هذا النبات على سبيل المثال سيكون مخطط لنبات من هذه النباتات الستة وهذا النبات سيكون مخطط لنبات تاني وهذا النبات لنبات ثالث فانت بدك تعمل ماتشنج كل نبات تحت المايكروسكوب ايش المخطط الموازئ له وبعدين اتقرر ايش اسمي النبات من خلال الفيتشورس اللي موجودة تحت المايكروسكوب والمطابقة اللي موجودة في الدييجرام وبالتالي تكتب للبوتان كالأورجن للنبات وايش هي الأسس اللي خلتك تعمل ايدنتفيكيشن له يعني ايش اللي خلتك تقول ان هذا كوركوم مثلا العصبي المثال او هذا مثلا عصفر او هذا مثلا خلينا نقول كمون او قرفة او سنة فبدك طبعا اتحدد بالضبط هذه البراهين هذا واضح بالنسبة للمطلوب الاول لكن كيف بدنا احنا نستعين بالفيديوهات عشان نحصل على هذه الاجابة الصحيح احنا عشان نستعين بالفيديوهات لازم نروح على اللينكس واللينكس هذه موجودة يوتيوب انا حطيتها عشان تسيل عليكم موجودة على قناتي وموجود اللينك عندكم طبعا عندي النت المحاضرة الخامسة ستساعد المحاضرة السادسة ستساعدك على انك تحل السؤال الثاني اما بالنسبة للسؤال الاول فالطريقة الافضل ان لا حله انك تراجع الاجرامات زائد انك تسمع لهذا الفيديو المكتوب عليه عققير عملي تحت المجهر واللي بيبيلي في كل النباتات وكل اشي له حاجات محددة فلو انت سمعت هذه الفيديوهات الثلاثة بشكل كويس اذا سمعت هذه الفيديوهات بشكل كويس ورجعت المادة بشكل كويس للمخططات انا على يقين انك ستجيب على الاسئلة الثلاثة بكل وضوح الاسئلة سهلة رجاء ما فيش عملية انخضاض الامور ستكون سهلة جدا ان شاء الله هذا الهومورك متاح لمدة 8 ايام قابلة للتمديد في حالة انه كان هناك صعوبة لدى الطلاب الاجابات يرجى انها تكون على ملف وورد او ملف وورد وتحاولوا الى بيدي اف اما خط يدوي وانك تصوره فلن يقبل بتاتا هذا سيكون اخر هومورك اتمنى انكم تبدعوا فيه لانه هذا سيكون عليه نسبة عالية من الدرجات او من العلامات وحيكون طبعا فايصل في تقييم تقييمي لالكو خلال الخمسين درجة الاولى اتمنى التوفيق لكم وشكرا اشتركوا في القناة